اشتركوا في القناة وتنمية في ظل قيادة البلدين الشقيقين كما اشهد سمو رئيس الحرس الوطني بما حققته القوات المسلحة الباكستانية واجهزتها من تقدم وتطور في مجال مكافحة الارهاب لضمان امن واستقرار المنطقة متمنيا لجمهورية باكستان الاسلامية الشقيقة دوم التقدم والازدهار هذا وشهد اللقاء استعراض علاقات التعاون القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الاسلامية وما تشهده من تطور على مختلف الاسعد وخاص ما يتعلق بالتنسيق والتعاون في كافة المجالات العسكرية هذا وقد وصل الفريق اول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني الى اسلام باد في زيارة رسمية بناء على دعوة من الجنرال قمر جاويد باجو قائد الجيش الباكستاني المشاركة كضيف شرف في احتفالات جمهورية باكستان الاسلامية بيوم باكستان والذي يصادف تاريخ 23 من مارس وكان في مقدمة مستقبل اسموه لدى وصوله الى قاعدة نورخان العسكرية بمدينة روال باندي عدد من كبار قادة الجيش الباكستاني وسعادة السيد محمد إبراهيم محمد سفير مملكة البحرين لدى جمهورية باكستان الاسلامية الشقيقة وأعضاء السفارة